شيء آخر فيه أنا لسه بتكلم عن نظرة تاريخية بتشوف التوقيت التاريخي المهم ولد يسوع المسيح في وقت القوة الرومانية التي كانت تحكم العالم القديم ثلاث قارات آسيا أوروبا وأفريقيا ومثل ما قلت أنه الرومان سمحوا لليهود أن يروحوا على الأعياد ويعملوا الزبايح ويمارسوا العبادة في الهيكل وأيضا الرومان ربطوا كل المقاطعات الغربية مع الشرقية بطرق كثيرة منها فيا مارس طريق البحر بين أرض ما بين النهرين إلى مصر بمر في الأراضي المقدسة أو طريق الأغناطي اللي بيربط روما مع المقاطعات الشرقية إلى بيزنتيوم بمر طبعا في آسيا الصغرى وبمر في المدن اليونانية وصولا إلى تركيا اليوم كل هذه أحبائي تعبر عن القوة الرومانية شيء آخر مش بس يعني بنوا الطرق اللي ربطت العالم القديم طبعا عشان يجمعوا الضرائب عشان الأمن وتموبالايز يحركوا الجيش من مكان إلى مكان بسرعة فائقة لأنه كان فعلا الجيش الروماني كان مدرب مهذب لهذا السبب كانت القوة هي السائدة مش بس هي التشريع الروماني القانون القوانين الروماني يعني مثلا مثل بولوس استخدم جنسيته الرومانية حتى يدافع عن نفسه كانوا بيعطوا Autonomy Self Rule الحكم الزاتي في مقاطعات كثيرة مثل سوريا مثل أفيسوس مثل فليبي إلى آخره ومقاطعات أخرى كان بيسمحوا كان فيه نوع من التسامح واليوم حتى في الدراسة المحامة أو القانون لابد أن يمروا على التشريع الروماني القوانين الرومانية كخلفية كأساس لدراستهم في هذا اليوم فالقوة الرومانية لعبة دور مهم جدا شيء ثاني بالتوقيت التاريخي الحضارة اليونانية أو الإغريقية الهلينية من أيام الإسكندر الأكبر وفتحاته وصل احتل ثلاث قارات لكن الإسكندر الأكبر نشر الفلسفة اليونانية وهذه الفلسفات القديمة مثل سقراط وأرست وأفلاطون اللي وصلت تقريبا إلى شبه الحقيقة ولكن لم تشبع فكر الإنسان وكان فكرة اللوغوس العقل الإلهي اللي أجت منها الكلمة والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فالكلمة هو تعبير عن الذات الإلهية فالله غير مجرد إلو وجود ذاته وإلو عقل مفكر وأيضا إلو روح فالروح المحي الذي يحي وعندما نقول الثلوث القدوس لا نؤمن بالشر فنحن نؤمن لا إله إلا الله الواحد وما زاد على ذلك أي شخصية أي نبي أي إنسان بتحطه مع هاي الآية تعتبر شرك يعتبر بالنسبة للمسيحي وثني يعني الشخص اللي بيشرك مع قوله لا إله إلا الله ويحط أي شخصية يعتبر شرك بالنسبة للمسيحية لأن المسيحية تؤمن بإله واحد رب واحد للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فالكتاب المقدس يحارب الوثنية ويحارب الشرك ويحارب التجديف على الله ويحارب كل ما هو بحاول أنك تشرك لأنه مكتوب في إشعية 42 والآية 8 أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات فالله هو الله الواحد فإذن برضو مع أنه كانت القوة الرومانية السائدة ولكن أخذوا العبادات اليونانية وطبعاً اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية خلي بالك 250 سنة قبل الميلاد أنه كان فيه ترجمة للعهد القديم تسمى الترجمة السبعينية حدثت في الإسكندرية في مصر وهي الترجمة ترجم العهد القديم لللغة اليونانية لأصبحت مرجع في أيام المسيح واللغة اليونانية كانت اللغة الرسمية الدولية فإذن العهد الجديد أغلب العهد الجديد كتب باللغة اليونانية حتى توصل عن طريق الطرق الرومانية إلى كل أرجاء إلى كل الإمبراطورية الرومانية أخيراً أحبائي في التوقيت التاريخي أنه المسيح كان منتظر كان لازم يرجع إلى الشعب والشعب لازم تكون متوقع وعندها مواصفات عن مجيء المسيح بحسب الكتاب المقدس فلا يمكن أنه أي إنسان يدعى النبوة بدون ما يكون عنده الكفاءات لأنه يثبت أنه من جاء من الله فالمسيح بحياته الخارقة بأقواله بمعجزاته بكلامه تصريحاته أثبت أنه الله الظاهر في الجسد فالناس كانت تنتظر مجيء يسوع المسيح وكان رغم أنه تحت الحكم الروماني ولكن كانوا راجعين رجعوا من السبي مشان هيك يجاء للمسيح في وقت أنه يعني كل هذه الأسباب ساعدت وأهم سبب هو الخلفية اليهودية اللي كان عندهم الشريعة والعهود والمسية والتعليم والتوقع يعني موضوع كبير والنموس إلى آخره فكانوا بيتوقعوا مجيء المسيح فالنظرة التاريخية اجتمعت كلها في مجيء يسوع المسيح سواء من الأسماء سواء من المواقع الجغرافية سواء من سلسلة النسب سواء من التوقيت التاريخي لولادة يسوع المسيح في ملء الزمان عندما اكتمل كل شيء جاء يسوع المسيح